بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه الإنسان في الحياة يبتلى بفقدان أحبته فالموت يدرك من حوله الموت ظاهرة كونية عامة لا تستثني أحدا لكن مع علمنا بهذا الأمر إنك ميت وإنهم ميتون لكنها حين تحدث مؤلمة للنفس والإنسان يتألم لما حوله فالرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمه وهو طفل وفقد والده وهو طفل وفقد جده وهو طفل وفقد عمه وهو طفل فظاهرة الموت تحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان لما استوها ويعني نزلت عليه الرسالة وأصبحت عنده القوة والكذا توفيت السيدة خديجة رضوان الله عليها وفقد السند الأسر الداخلي ولما تطورت الحياة من حوله دخلت مسائل في الحروب والقتال فمات أعجز الناس من حوله وقصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام درجة حب الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو يراه يعني مضرجا بدمائه وقد انتزعت كبده معروفة عند العام هذه الظواهر المتعددة للموت التي تحيط بالإنسان أين نجد القدوة في الصبر على الابتلاء فيها نجده في الرسول عليه الصلاة والسلام فهند بنت عتبة التي قتلت أكلت كبد عمه أسلمت والرسول صلى الله عليه وسلم رآها فكيف يحتمل الإنسان كل هذه الآلام إذا لم يكن له قدوة في الحياة والرسول صلى الله عليه وسلم يمثل هذه القدوة في الصبر على هذه الآلام ليس ألما واحدا وليس فقط أن الناس تموت الموت الطبيعي مثل موت أمه وأبيه ولكن في الحروب والقتال والكذا يفقد الناس كثير من الأحبة من من حولهم وكم من الصحابة من استشهدوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الظاهرة المتنوعة الكبيرة جدا كيف يتعايش معها الإنسان وكيف يجد القدوة سيجدها في المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكم في رسول الله أسوة حسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته